اشتركوا في القناة هذا المساء قمة المولودية الجزائري وظيفه الرجاء البيضاوي في الدرب المغاربي وفي ذهاب ربع نهاي كاس محمد السادس ليلاندي الابطال بعد ان تأهل المولودية على حساب القوة الجوية بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا في المواجهتين وكان الرجاء تأهل الى هذا الدور على حساب غريمه التقليدي على الوداد بعد عود لمصلحة الشياطين الخضر الذي سيبدأ هذا لقاء عليه سارسان المشاهدين في المقابل المولودية على يمين السادة المشاهدين صافرت بداية وانطلاقة شرط المباراة الأول في الدرب أمام الوداد هذه الركنية عودت كل لعبي المولودية تقدم لعبي الرجاء هذه الكرة لا فلكن سالة في حارس المرمى فريد شعال اللي يحاول في هذه الكرة محسن يلعب كرة للأمام لكن التغطية بعد ذلك من المدافع مرواني يستعيد هذه الكرة خطأ دفاعي واضح من جانب دفاعتي المولودية وصلت في الدقائق القادمة الكرة وصلت الى جابو جابو بمر الكرة الى حشوب في الجاليون البحثة الكرة أرضية لكن التغطية بعد ذلك من جانب الدفاع هذه كرة للأمام لكن يتركها آنس إثنيتي الى ركلة مرمى جناوك فريقا المولودية سوفيان بن دفكا للعبد المؤمن جابوه يلا كرة تمريرة تزديدة محاولة أولى في المباراة لكن الكرة مرت بجانب القادمة لمر ما أنس إثنيتي كانت سوفيان بن دفكا كانت من جانب قائد فريق المولودية هذه تمريرة عبد المؤمن وتزديدة سوفيان بن دفكا لكنها مرت الى ركلة مرمى عند الحارس أنس إثنيتي تغتيب بعد ذلك من جانب العمارة هذه التمريرة من هناك محاولة وصلت إلى متولي عرضية قبل أن تصل مالانغو أبعدها المدافعة يبعزي وبالتالي لمصلحة الرجاء شوف هذه التمريرة الكرة من محسن متولي داخل منطقة الجزاء أي شاء الشعب يحاول أن يسجل في مرمى عميد المولودية تسيدة قوية لكن مرت إلى خارج عرضية ملعب إلى ركلة مرمى كانت محاولة بحاجة إلى تركيز أكبر الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المولودية جابو يلعى كرة داخل منطقة الجزاء لكن التغتيب بعد ذلك من جانب الدفاع يستعيد هذه الكرة مرة أخرى فريق المولودية وصلت في بكاء من علجية شمس الدين عبد المومن جابو نقلات لمصلحة المولودية عبد المومن يحاول أن تغتيب من شاكير بشكل رائع بخلص هذه الكرة من أمام جابو وصلت إلى الورق بشيلة حارس المرمى في محاولة التغتيب وصلت من هناك ملجية اليوم نمحسن متولي باتجاه مالانجو خطير هذه الكرة إلى رحيمي كرة لمصلحة الرجاء الكرة لمصلحة الرجاء محسن متولي خلف الخطأ الكرة كارت عالي للأمام لكن التغتيب من الدفاع يستعيدها مرة أخرى من هناك الدفاع يخلص هذه الكرة الدفاع المولودية عبد المومن جابو الحديث اليوم عن عشاء الرجاء خارج البيضاء أكثر بكثير من داخله جبيرا يلعب في الجهة اليسرى وفي قلب الدفاع شاكر بالإضافة إلى ورفل كرة رأسية محاولة هي الأخطر في المباراة لكن آنس اسنيتي في المرمى محاولة كانت عن طريق فريوي فريوي بكرة رأسية كان ممكن أن يسل مرمى الرجاء لكن عاد خطوة للخلف وبعدها آنس اسنيتي شامس الدين يلعب كرة بشكل رائع بالمقاس على رأس فريوي فريوي المولودية يحضر في هذه اللقطة لقطة هدف أول تضيع على فريق المولودية بالتألق حارس المرمى آنس اسنيتي تشوف هذا الرأسية والتألق ببراعة خلص هذه الكرة آنس اسنيتي في كرة هدف محاولة من هناك خلفه شامس الدين شامس الدين حراق ركنية لمصلحة المولودية علي فعلها المولودية ويسجل هدف هذه الكرة من هناك في الجهة اليسرى عالي للأمام راسية بول بول واحد صفر العميد يصل من جديد ويسجل هدف المباراة الأول كان قريبا في لقطة فريوي لكنه يعود ويسجل عن طريق نفس اللعدة فريوي يسجل هدف فول لشناوة للعميد الملعب يهتز هنا ملعب مصطفى شاكر بهدف في النتيقة 28 بكرة عرضية من الأمارة وراسية من فريوي على يسار آنس اسنيتي وبالتالي المولودية تقدم في هذا الدربي بهدف مقابل شيء مشهد جنوني هنا في ملعب مصطفى شاكر المدرجات بدأت تتحرك والميران تشتعل بهدف فريوي في الدقيقة 28 وحاكم المباراة في حديث مع محسم تولي هدف شرعه أرضية من الأمارة وراسية من فريوي وحاكم المباراة يتحدث مع حاكم الفيديو وبالتالي يحتسب هذا الهدف اللي يسجل فريق المولودية في الدقيقة 28 فريوي في لقطة قبلها كانت قريبة من مرمى سنيتي لكن في المرة الثالية العميد يعود من جديد نمار مرجاء ويسجل هدفاً أولاً بطريقة ثقية من جانب فريوي ليهرب من التفاول على كونراسية على يسار أنس ازنيتي يعطي الأسبقية لمصلحة العميد بهدف مقابل الشيل العميد وحد الراجع الخضر لشيل في كونراسية من جانب فريوي يعوض ضياب الكاميروري روني إيفا هو أباً من فريوي وبالتالي مصائب قوم عند قوم فوائد هذا هو فريوي اللي يحتفل بهذا الهدف بهذه الطريقة بغرينت عالية جداً يسجل ويتقدم لمصلحة المولودية بهدف مقابل لشيل فيه بعد مرور نصفة على بداية المباراة متولي محسن يحاول تيرمومتر الفريق عالية للأمام لكن التقتل من الدفاع هذه التجديدة لكنها مرت بعيدة على مرمى الحارس فريد شعال تحولت إلى ركلة مرمى التلونجا رحيمي ومتولي خلف الكرة الثابتة محسن متولي محسن متولي يلعب كرة قصيرة هذه تزيلة من عمر بطيم لكن التقتل أيضاً من جانب دفاع اكسب خطأ في هذه اللقطة يلعب بشكل سريع هذه كرة وصلت في مكانه إلى رحيمي رحيمي يسدد كرة لكن بعدها فريد شعال فريد شعال بداية قوية لمصلحة الرجاة في الدقائق الأولى على بداية وانطلاقة شوط المباراة الثاني تمريره من مالانجو إلى رحيمي لكن هذه كرة للأمام تمريرات نقلات موجودة وصلت الكوما تزيدة بعيدة تماماً تعتني العارضة وصلت إلى شابو القصير المكير من هناك إلى بنت بكة للأمام داخل منطقة الجزاء تزيدة سوفيان لكن خلصت في حاكم المباراة حاكم المباراة قد يحتسب ضرب الجزاء لمصلحة الرجاة على اعتبار بأنه لمسة اليد موجودة على الاعمارة في الشوط الأول لعب الرجاء كانوا يطالبون بالفار في الشوط الثاني أيضاً أسروا على وجود الفار والعودة للفار وهم ينجحوا في إقناع حاكم المباراة الذي يتجه إلى تقنية الفار وبالتالي بنسبة كبيرة سيحتسب ضرب الجزاء عدل النقبي لمصلحة الرجاء ضرب الجزاء لمصلحة الرجاء النسور تبحث عن التحليق هنا في مصطفى الشاكر قرار حاكم المباراة عدل النقبي وربما بطاقة السفراء تمتظر لعمارة بلمسة يد كانت حاضرة في محاربة ساعة الأول على بداية الشوط الثاني محسن وحارس المارمى فريد شعال متولي 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 التعادل لمصلحة الرجاء من ضربة جزاء محسن متولي يصل إلى رابع هدافه في البطولة العربية في البطولة العربية لابد أن تكون لك أحلام فوق العادة الحياة في كل الأحوال لا تعترف سوى بالحالمين والأحلام أكرموا من أن تبخل عليك بتكرارها يا محسن متولي أربع هداف البطولة يعيد الرجاء للمباراة ويسجل التعادل في الدقيقة الثمانية وخمسين في دقاء الرجاء كرة من هناك محسن يلعب كرة أرضية خطيرة الكرة في مواجهة المرمى مالانجو غير معقول ما يحدث في اللغتات الماضية مالانجو في الدسعين في العرض بعد ذلك المتابعة لكن الكرة ضاعت بشكل غريب مالانجو في العرض والمتابعة المتابعة من رحيمي لكن فريد شعال في تصدي في منتهى الروعة انظر لهذه العرضية من عمر بطيب استلمها مالانجو والمتابعة من رحيمي بشكل غريب فرصة الهدف الثاني تضيع على النسور التي كانت قريبة من ان تحلقونا في البلدة لكن حارس المرمى فريد شعال هذه الكرة لمحسن متولي ممكن هنا كلمة السر مرتقد من الورتاني متولي تقدم الرو اوهو اوهو الله كلمة السر للرجاء يظهر محسن متولي يسجل هدف ثاني مالانجو انما تحرك متولي تحرك الرجاء وتحرك مرمى الخصم يسجل مالانجو هدف ثاني لمصلحة الرجاء انطلاق عظيم من العظيم محسن متولي مر وتقدم ولعب كل عرضية والمتابعة بعد ذلك من مالانجو هدف ثاني لمصلحة الرجاء يقلب تأخر بهدف الى تقدم بهدفين يستغل النقص العددي الرجاء الثاني المولودية واحد هنا في استد مصطفى تشاكر بالبليدة والحزن يخيم على مدرجات مصطفى تشاكر والحل فرح هناك ينتشر في مدينة الدار البيضاء في مدينة الدار البيضاء في كازا بلنكة بالهدف الثاني انصار الرجاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة